في معايير بناء الدول ينظر إلى القضاء إلى نزاهته وتطبيقه للدستور والقانون وإذا كانت محاكم البلاد في بنيانها ورجالتها من القضاء والشيوخ صنعته تسير على طريق سيادة القانون وضمان الحقوق للدولة بكل مكوناتها فهنا يستطيع البلد أن يعلي كلمته وهيبته في ترسيخ مفهوم دولة القانون والمؤسسات رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائغ زيدان وفي جولة جديدة من مهام دعم القضاء في جلسة مجلس القضاء الحدي عشر أطلق قرارة جديدة من شأنها أن تصب في صالح العمل القضائي حيث أعلن زيدان ترقية عدد من القضاء وأعضاء في الادعاء العامة القرار الأكثر أهمية الذي ضمن في الجلسة قرار إجابة طلب نقابة الصحفيين بتشكيل محاكم نشر في مركز محاكم الاستئناف تختص بالنظر في الشكاوى الخاصة بالصحفيين المتعلقة بأعمالهم الصحفية والتأكيد على تعميم سابق بخصوص إشعار نقابة الصحفيين بأي شكوى تقدم بحق الصحفيين فيما يرى صحفيون أن القرار يحمل أهمية كبيرة في أن يعمل الجسد الصحفي على مسار صحيح مهنيا لكنه يدلل على اهتمام القضاء في تطبيق القانون على مؤسسة الدولة كافة سيما الصحافة والإعلام التي تمثل سلطة مهمة في بناء الدولة بما يخدم رسالته الوطنية ودعم إظهار الحقيقة ومساندة القضاء في كشف الحقائق وحماية الحريات والمعايير الصحفية في البلاد إذن هي خطوة جديدة يشرع بها القضاء العراقي والذي يشكل أهمية في سياق التعاون القضائي الصحفي خطوة يقف وراءها رجالات القضاء والقانون من أسماء عراقية بارزة في القانون يسجل لها دور مهم في بناء العراقي الحديث